مرحبا بكم أنا جرير دبابني سأقلب معكم عددا من ملفات الحرة الليلة نبدأ من التطورات في العراق الاحتجاجات مستمرة والمطالب هي ذاتها قمع السلطات لم ينتهي وأعداد القتلى في صفوف المحتجين في ارتفاع لم تفلح الحكومة العراقية بعد في تقديم ما يرضي الشارع المحتج لم تبط بعد في مسألة الانتخابات ولا قانونها ولا قانون مفوضيتها بل مضت في تمسكها بموقفها الرافض للتغيير أما القوى السياسية فلا تزال تدور في فلك السلطة دعمها للحكومة كان واضحا حتى في مقترحاتها لحل الأزمة وإعلانها عن اتفاق سياسي سمي بوثيقة شرف لم يلقى قبول الشارع لتسارع إلى الإعلان عن اجتماع ثاني للقوى السياسية لبحث الأزمة وثيقة القوى السياسية لم تدعو إلى انتخابات مبكرة على وقع فشل في الاتفاق على صيغة مقبولة لإجراء الانتخابات المزمعة وفيما تتمسك هذه القوى السياسية بموقفها يتمسك أيضا الشارع بدوره برفضه أي انتخابات في ظل ما يصفها حكومة ميليشيات ما تزال مداولات الكتل السياسية بشأن إيجاد حل توافقي يخرج البلاد من أزمتها الخانقة محاطة بخلافات لم تتمكن تلك الأطراف من تجاوزها حتى الآن وأدى ذلك إلى ضعف واضح في أداء الحكومة في استجابتها لمطالب المتظاهرين ونداءات المرجعية الدينية المتكررة لها بسرعة اتخاذ قرارات تلبي تلك المطالب فالبلاد بعد الاحتجاجات ليست كما كانت قبلها وفقا للمرجع علي السيستاني الذي دعا مجددا الحكومة والبرلمان للإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وإعادة هيكلة مفوضية الانتخابات تمهيدا لتجاوز الأزمة الحالية التي وضعت المرجعية أمام اختبار تحديد أولوياتها للمرحلة المقبلة في ظل الجمود السياسي الحالي ولم تخرج الاجتماعات المتتالية للكتل السياسية بشأن وثيقة الشرف المقترحة بنتائج تذكر بسبب اعتراضات عدد من التيارات السياسية على بنودها وأبرزها التزام البرلمان والحكومة بالانعقاد الدائم وتحديد الجهات المتورطة في قتل المتظاهرين واختطافهم وتعديل قانون الانتخابات وتشريع قانون إلغاء امتيازات المسؤولين الحكوميين والقضاء على الفقر وعدم التدخل في عمل مؤسسات الدولة لكن التحدي الأصعب يكمن في الالتزام بتنفيذ هذه البنود وليس في التوافق عليها فقط فالغموض يكتنف اجتماعات الكتل السياسية التي غاب بعضها عن اجتماع عقد في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وتحدثت كتل أخرى عن توقيعها الوثيقة بشروط مع بقاء اعتراضات على إجراء انتخابات مبكرة ما أفشل بحسب الأمم المتحدة التوصل لصيغة توافقية لإجراء انتخابات يرفض خوضها الشارع العراقي في ظل حكومة تسيطر عليها الميليشيات ينضم إلينا من عمان مباشرة الفهد مولود مخلص أمين عمان التيار العراقي الشعبي وينضم إلى أيضا من القاهرة السياسي العراقي والنائب الحالي في البرلمان عن بغداد الدكتور ظافر العاني أهلا بكم ضيفي الكريمين دكتور ظافر أبدأ معك الشارع حتى الآن لا يرى بأن هناك جدية في البرلمان كيف يدافع البرلمان عن نفسه البرلمان ليس مضطر للدفاع عن نفسه وحتى لو دافع عن نفسه سيبقى نعتقد أنه متهم وللجماهير لها بعض العذر في هذه الاتهامات التي توجه إلى ممثليهم في مجلس النواب عندما يرون عدم جدية منهم في متابعة مطالب المحتجين طبعا البرلمان خلال هذه الفترة كي يتحدث إنسان بصدق خلال هذه الفترة هناك إذا جازت تعبير خلية نحل تحت ضغط الاحتجاجات تحت ضغط المرجعيات الدينية تحت ضغط الشارع وسيل الدماء المهدورة أنه الآن تم نجاز عدد من القوانين وهناك أيضا قوانين على الطريق موجودة تم القراءة الأولى لقانون الانتخابات الذي كان مقدم من قبل رئيس الجمهورية ومعدل من قبل رئيس الوزراء وأخذ وضع الطبيعي ومفوضية الانتخابات كذلك تم التصويت على قانون إلغاء الامتيازات للمسؤولين عموما أنا أقول بصراحة أن هذه الاحتجاجات ومو لأنه البرلمان الحالي مبدأ يشتغل ولكن لأنه هناك فجوة في الثقة أمدها 16 عام ما بين الجمهور وما بين السياسين وبالذات القوى السياسية الفاعلة فيه أنه هناك كيل من الوعود هذه ليست وثيقة الشرف الأولى وثاق الشرف كانت تترة يعني عديدة منذ عام 2005 إلى يومنا هذا بما فيها وقعوا في مكة المكرمة وفي الأماكن المقدسة ولكن لدينا في العراق مشكلة تتعلق بالتحلل من الالتزامات وإذا شفت جنابك بعض الكتل السياسية موقع على الوثيقة وحضرت الاجتماع خرجت لكي تداعب خيال جمهورها ومشاعرها خرجت تتحدث عن أنها ضد هذه الوثيقة الشرفة وغير ملتزمة بها وطبعا بصراحة الحقيقة عندنا في العراق أصد المشكلة جزء من المشكلة وفي تردي الأخلاق السياسي يعني أنه هناك مناورات كثيرة بعض القوات السياسية تحدث جمهورها بشيء مثلا أنها مع إقالة رئيس الوزراء ولكنها في واقع الأمر غير ذلك يعني هذا اللعب على الحبلين أو عدم الوضوح غياب الشفافية غياب المصداقية جزء من المشاكل التي جعلت الجمهور يفقد ثقته إلى حد ما بالنخبة السياسية ما رأيك أستاذ الفهد ضيفي من عمان اليوم اليوم قضية قضية أزمة ثقة كيف تقيم نبدأ بالبرلمان بداية كيف تقيم مقام به البرلمان وإلى أي مدى اليوم إجمع القوى السياسية في الوثيقة الأخيرة والسابقة أيضا هي إعلام براءة للحكومة القضية هي الفساد وليس القضية هي عادة العبد المهدي اليوم بالبدء بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على هذه الاستضافة بصراحة أنا قبل أربع ساعات حضرت من نيويورك مدينة نيويورك وحتى ما انتصلت قناتكم الكريمة بي كنت أنا بالمطار وأنا لأن قناتكم عزيزة كثيرا على قلبنا في البيت هاي الدعوة وبصراحة أنا لما ذهبنا إلى نيويورك نحن بصدر تدوير الموضوع بكل صراحة لأنه نتكلم أن هذه الحكومة تقول وعودات هذه الحكومة وعودات صار 16 سنة والسيد عادل عبد المهدي طبعا يتحمل المسؤولية عادل عبد المهدي ما جاء أولا عادل عبد المهدي كان نائب رئيج جمهورية عادل عبد المهدي وزير النفض عادل عبد المهدي كان عضو مجلس الحكم فهو يتحمل المسؤولية وهذه الكتل السياسية اللي 16 سنة كلها تتحمل هذه المسؤولية فالحكومة هذه ما لا حتطبق أبدا أي من هذه الإصلاحات. فذهبنا إلى المجتمع الدولي. وأنا أحذر حتى هذه الحكومة. وأيضا أخواننا الموجودين بالبرلمان. لأن أعتقد أن الدول سترجع العراق للبد السابع. نحن لم نصدقنا. طلعنا من البد السابع. ولكن بسوى قبع المظاهرات. الفساد الموجودين. أنا أسأل السؤال. من من الفساد الذي صالهم من مبادئة المظاهرات إلى يوم من هذا. راحوا حاكموا. سوف نحاكم. أنا أعتقد سوف يحاكموا من بعض السياسيين من السنة التي سرقوا المال العام. وليسرقوا محافظاتهم. هذا ذر الرماد بالعيون. طبعا هو شيء حسن. لأنه لا أحد يذكرهم. ولا أحد يكون بظهرهم. لأنه جمهورهم والدول الخيام. فهذول سوف يحاكمهم. ولكن قيادات كبيرة موجودة بالدولة التي 16 سنة. التي فزدت على المال العام. السرقات. القتل. سقوط محافظات. هذا كل ما حقق به. مع احترام البرلمان. مع احترام الاخ دكتور ظافر. نتكلم البرلمان يعمل خلية نحل. ما استاذ ظافر يا صديقي العزيز إلى يومنا هذا؟ ما الذي يسوى البرلمان هذه الدورة لمدة سنة؟ القوانين. هذا الشعب ينتظر قوانين. هذا الشعب يريد إصلاحات فورية. وإلى حد الآن لا توجد إصلاحات. برأيي كمعلومات. والرأيي التي نتجه عليه هذا الموضوع. لأن هذول الشباب الموجودين. أعتقد الحكومة معولة على الوقت. أنه 45 يوم ننتظر بها مطار. ننتظر بها تعب يتعبون الخيام. ولكن الذي انتظر صبر 16 سنة. لا سيصبر. سيصبر لبعد أكثر من 45 يوم. ويصبر سنين. فالموضوع سيكون أولا حكومة انتقالية. من مدة 6 أشهر إلى لمدة سنة. هذا أتكلم لك على شيء واقع. الموضوع الثاني. تعديلات دستورية. انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة. وأي شخص من الطبقة السياسية. اللي رشح لمدة دورتين اثنين. حسب رأي الشعب. هذا لا يرشح للانتخابات القادمة. ونبدي محاسبة من مدير عام. فما فوق. مو قبل حاسبة قبل 2003. مدير عام. فما فوق. لأنه كان يطبق سياسة النظام اللي كان قبل. هس سياسة النظام. كل فساد. كل إثراء على المال العام. ميليشيات تحكم أسماء وهمية. أبو فلان وأبو فلان. يتحكمون بالوزارات. هذا مو عراق. هذا مو دولة. هذا لا. إحنا تبع الفلان ويتبع الفلان. المهم. فأحنا وصلنا إلى موضوع تدويل الموضوع. وهذا سوف يدول. وخلال فترة قصيرة. وأحنا دعنا نتكلم بهذا الشيء مباشرة. مرة نقول. يشترحون أنتوا إلى نيويورك. وترحون إلى بعض الإدارات. أحنا لأنه الموضوع وصل إلى حده. الشعب يقتل. الشعب يضرب بالسيارات. الشعب يضرب بقنابل. القنابل تعتبر قنابل سامل. ما من 2012؟ هي خلصانة هايو أكس باير. ويضربون شعبهم بها. هذولا كلهم حيحاسبون. ما شافوا الزعماء السابقين في كل الدول. فهلا حيحاسبون الجماعة. واحد واحد. وقدمنا بالأسماء من الأسراء. من الأسراء. من الأسراء. من الأسراء. ومن الأرهاب الفعلي. سنتي إلى هذه النقطة بعد قليل. وقضية التدويل أيضا. اليوم هل يمكن أن نشهد طاولة مفاوضات عراقية تحت مظلة أممية؟ هذا سؤال أيضا مهم. سنترحه عليك قبل قليل. أستاذ العاني. أستاذ الفهد. يعني علق على ما قلته حضرتك. ويقول لك أي خلية نحل تتحدث عنها الآن. قانون الانتخابات لم يمر حتى هذه اللحظة. هناك ضغط من الرئيس. هناك ضغط من الشارع. أيضا موجود. قلت بأن التنصر هو السبب اليوم. ولكن لا يوجد أي تقدم واحد بسيط في هذا الجانب. لماذا يا أستاذ ظافر؟ الحقيقة أنه هناك تم تشريع قانون خاص بالتقاعد. الذي وفر مؤقل من ربع مليون درجة وظيفة. أنا قلت لجنابك أن بعض هذه الإجراءات جرت تحت ضغط الاحتجاجات تحت ضغط الشارع. قانون التقاعد. إلغاء الامتيازات لكبار المسؤولين بالدولة العراقية. قانون يتعلق بالضمان الصحي والضمان الاجتماعي. والقانون الخاص بالانتخابات تم قراءة قراءة أولى. وينبغي أن يقرأ قراءة ثانية. يعدى ثم يحتاج إلى أسبوع من الآن على أقل تقدير. هذا وفق النظام الداخلي. قلت لحظة أن هناك عدة مشاكل لم تعالج. أحد من أهم المشاكل. نحن نشيل مع احترامي لأخي الفهد. وهو صديق عزيز. وهو شخص مع احترام ووطني معروف. الآن العراق لم يدول. تدوير مقصد المجتمع الدولة الآن للعراق. هل هو سيد نفسه؟ هل يمتلك مقدراته؟ تفضل بالإجابة. هذا كان سؤالي بعد قليل. تفضل بالإجابة أستاذ الفهد. سأجيب. أنا أود أن نستمع. نسرع الحوار. بقي فقط ثلاث دقائق. نسرع الحوار. الحوار مفتوح بينكم أستاذ الفهد. تفضل بالإجابة مباشرة على ما يطرح الأستاذ العيني. لا دكتور. هي بس دولة وحيدة. الأرجنتين. الجارة الأرجنتين هي المسيطرة. أما بقية الدول لا مسيطرة. ودخلها حتى لا بالشأن السياسي. ولا قدرة أن تعمل شيء واحد. لهذا نطلب بتدوير الموضوع. لأن الأرجنتين ما شاء الله لا أخذ الحمل ببا جمل. وشعبنا كانوا يلعبون على الطائفية. وشي في الشعبنا العربي في كربلا وفي البصرة. رفض الجارة الأرجنتين. هذا الجارة الأرجنتين نتكلم عنه. سيد عادل عبدالبيدي ويقول لأرجنتين. نتكلم بصراحة الإيران. هي هذه الجارة التي لحد الآن جبت دمار إلى بلدنا. نتكلم عن مجتمع دولي. مجتمع دولي يرى شعب يقتل. لا نتكلم فقط على 16 سنة. شعب يقتل حتى حضرتك صحة دقائق. لما طلبوا الحكومة من المظاهرين يمثلوهم. هذول الأبطال المظاهرين قدموا أوراق بأسماء المتظاهرين. طلعوا المتظاهرين التي استشهدوا على إيدها. هذه الميليشيات وعلى إيد أشخاص يتكلم السيد رئيس وزراء. والله ما نعرفهم طرف ثالث. كيف دولة تقول طرف ثالث؟ تين قتل؟ يعني أحنا حضرتك أستاذي كنت أستاذ رافر بالجامعة. وأحنا آني قانوني. خليه حاكون عقولنا. كيف طرف ثالث؟ لعد إذا ما يقدرون الحكم دولة العفوة. أرطي مجالي ردد أستاذ العين. خلي العفوة. لذولة الشرفاء المتظاهرين. خلي الممو يحكمون. والله يجبوها أحسن بالعجوة. أستاذ الفهد. خلينا أقول جملة مدى باقي. ربما دقيقة أو دقيقة. أنا أقول أن أصل الأزمة في العراق أن العراقين السياسيين. العراقين النخبة السياسية لا تمتلك مقدرات إدارة الدولة لوحدها. وأن قراراتها مرتهنة. جزء كبير من قراراتها مرتهنة لحكومة طهران. وأن هناك ميليشيات وقحة وغير وقحة. تتحكم بمجتمعنا وبشعبنا. وتقوم بأعمالها القذرة في داخل المجتمع العراقي. بدون أن تكون الدولة العراقية سيدة نفسها. وتمتلك قرارها السيادي. وأنا أعتقد أن كل هذه الأصلاحات لا قيمة مع كراما. طيب رجل طرحها قبل قليل. لا قيمة لها على مستوى الخدمات. لم يكن هناك استعادة للسياسة. يطرح نقطة بهم جدا. يطرح نقطة بهم جدا. إذا تقول لي أنها تقضع اليوم. إذن هي بحاجة إلى مساعدة طرف آخر. ثالث أقوى من إيران. حتى يقوم بانتزاع هذه السيطرة منها. ولا لا يا أستاذ الفهد. ليس هذا المقصود؟ نحن ليس فقط نتكلم عن الولايات. نتكلم عن المجتمع الدولي الأمم المتحدة. وليس طبعا ممثلة الأمم المتحدة الموجودة في بغداد. لأنه حد الآن قدمت تقرير للمجلس الأمن. خلينا أخذنا جناطنا ورحنا إلى نيرك. وإلى هناك. أنا أريد أن نقدم بالوثاقة. إذا هي الأخت لا تقدم لحد الآن. ما قدمنا تقريرها. لا قصد ما قدمتوه. اللي قدمتوه لا قصد اليوم. سيد فهد. يعني أحنا جزء من الأمم المتحدة. يجب أن تدخل. وحتى قوات حفظ السلام. عفوا. لمن قدمتوه وكيف كان صدى ما قدمتوه؟ نسمع السؤال. الصدى قريبا سوف يسمع. الصدى قريبا سوف تتدخل المجتمع الدولي بهذا الموضوع. وليس طلعوا يا جنابكم الكريم على قناتكم الكريمة. ونتكلم أيضا فيما معنا هذا التدخل. وحتى لو اضطروا الوقت. إذا صارت لا سبح الله ونزلت هاي الميليشيات إلى الشارع وتذبح بشعبنا. هناك قوات تسمى بحفظ السلام. وممكن تنطلب أيضا. طيب. أود أن أشكركم. كنت أتمنى أن يكون هناك المزيد من الوقت. تعذروني. من عمان الفاد مولود مخلص. أمين عام التيار العراقي الشعبي. ومن القاهرة السياسي العراقي. والنائب الحالي في البرلمان. عن بغداد الدكتور ظافر العالي. شكرا لكم.